بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبنائي وبناتي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في حل امتحان محافظة كفر الشيخ إدارة ألين التعليمية مادة الدرسات الاجتماعية بدعوكم لعمل تسبسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لك أسلكم كل جديد رقم 1 أكتب كلمة صواب أمام العبارة A الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة 1 إذا أردت معرفة موقع مدينة الكهرة على الخريطة فأنك تنظر إلى عنوان الخريطة طبعا هذه العبارة صحيح رقم 2 تلون لوحة نارمر أحد المصادر السنوية طبعا دي مصادر أولية والعبارة خطأ رقم 3 تعد بحيرة السد العالي من البحيرات الطبيعية في العالم خطأ ليه لأنها دي بحيرة صناعية السؤال رقم 2 اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي واحد إذا أردت حساب المسافة بين القاهرة والجيزة في الطبيعة فأنك تحتاج إلى عنوان الخريطة أو لمكياس الرسم مفتاح الخريطة وردة البصلة طبعا أحتاج إلى مكياسي مكياس الرسم الرسم رقم 2 تقع أرض شدوان بكاملها داخل البحر الأحمر فهي بذلك تعد على طول جزيرة رقم 3 من الحرفة المدرجة على قائمة التراث العالمي للويسكو صناعة طبعا السجاد اليدوي رقم 3 اكتب تفسيرا واحدا لكل مما يلي رقم 1 مصر دولة بحرية لأنها تطلع على بحرين هما البحر الأحمر والبحر المتوسط سأل رقم 2 وجود اللون الأبيض في عالم مصر طبعا اللون الأبيض يدل على السلام رقم 3 إنشاء محطة الكريمات بالجيزة ليه طبعا لتولد الكهرباء ننتقل إلى السؤال رقم 4 بيقولي وجه حدد أوجه التشابه والاختلاف بين كل من الطقس والمنخ وجه المقارنة الطقس هنا هو الطقس وهنا طبعا المنخ التشابه بيدرس كل منهما الحرارة ونؤت ونؤت طبعا الرياح والأمطار طيب الاختلاف وصف الطقس وصف حالة الجو في فترة زمنية قد تكون يوما أو أسبوع طيب عندك المنخ وصف حالة الجو في فترة زمنية أقول له إيه ممكن تكون فصل فترة زمنية طويلة ممكن تكون فصلا أو إيه أو سنة طيب أمام خريطة صماء لمصر أكتب مدلول الأرقام الموقع عليها رقم واحد يشير رقم واحد إلى البيئة إيه الساحلية يشير رقم اثنين إلى البيئة نقط الزرعية رقم ثلاثة يشير رقم ثلاثة إلى البيئة نقط الصحراوية بكده ننتهي من حل امتحان محافظة قفر الشيخ دارة قالين التعليمية مادة الدراسات بدعوكم العمل سبسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكي أسلكم كل جديد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته